السلام عليكم زيوكار ايجدالا نهاردة اشرح برنامج التيمي سبيك اللي هو البرنامج اللي احنا بنا تواصل عليه بالصوت خلال الجيمينج بتاعنا او بيستخدمه في العابل في بحكي بمس ده اللينك بتاع البرنامج اللي انت بتعمل منه دونلود عبا حطوه في الدسكريبشون بتاع الفيديو عندك هنا نوعين ده نسخة تنصة بالويندوز عندك كلينت 32 و30 وكلينت 64 بتعمل دونلود للكلينت الخاص بك لو انت نوعينج عندك 32 متعمل دونلود 32 64 متعمل دونلود 64 انا طبعا انا عملت دونلود قبل كده عندي نسخة 64 وعملت الستوب بتقطع على الايكون بتاعت البرنامج انا عملت الستوب مش محتاج اي حاجة هتسببات بسيط جدا مش محتاج اول ما بتفتح البرنامج بيطلعلك الستوب بزر دي هي بتطلعلك الوحدة انت ما بتدص عليها اه بتدوس ناكست بتختار الاسم بتاعك بتكتب الاسم بتاعك هنا بتدوس ناكست مرة تانية بتختار عايز الصوت بتاعك يبقى ولا بوش تتوك بوش تتوك دا اللي هو لو انت عايز تدوس على زرار المعين في الكيبورد فيبقى بوش تتوك بوش تتوك بوش تتوك بوش تتوك بوش تتوك بوش تتوك يظهر عادي بتدوس ناكست بتحديد السنستيفي بتاع المايك بتاعك وبتعمل بوش تتوك او لو مش عايز تعمل تست عادي ما فيش مشكلة بوش تتوك بتعمل تست بس عشان تشوف صوتك تطالع بوش تتوك بتدوس ناكست دا عندك الميكروفون ميوت والسبيكر ميوت بتعملها عشان عايز تعمل الميكروفون او السبيكر بتدوس ناكست تختار الصوت بتاع التيمسبيك عندك كبه في ميل ولا ميل زي كده دا ميل دا في ميل و بتدوس ناكست و بتدوس فميش تمام؟ بعد ما بتخطس الكلام دا كله بتنفتح كونيكشن اللي عايز تخش على التيمسبيك اللي هو Gamer's Platoon اللي احنا دايما بنتعابل عليه بتدوس كونيكت بتكتب هنا في ال IP address server address بتكتب ts3.gamersplatoon.com ال IP address دا برضو هسيبو في ال description وفيش password طبعا في السيرفر وتكتب برضو الاسم التاعك تدوس كونيكت انا عشان موجود عدد يعني في agdavils اصلا فدخلت في agdavils اما اتقول فلكن انت اول اللي هو اول ما بتخش موجود في waiting for verification هنا اا طبعا ميبقاش جنبك الحاجات دي كلها ال clan tags دي كلها والحاجات دي كلها اا فلان انت بتعمل scroll down كده في الصفحات دي كلها كلانات كل كلان ومعظمهم هنا مش عرب او اجانب كلهم اجانب فبتنزل حد ما تلاقي agdavils اللي هو ال clan بتاعنا agdavils بتدور على حد من من admins طبعا احنا عشان دلست الوقت مادري مفيش اي حد بدور على اي حد من admins هنا في الكلام تقع agdavils ثم بتبعاتلو message يعمل له اضافة لك بتعرف ان هو admin بتلاقي مثلا زي كده اللي هي علامة agdavils admin فبتعمل double click عليه على اسمه يعني زي كده مثلا اختار الشخص ده تعمل double click على اسمه تظهر الاكتاب تحت هنا في ال chat بقدر تكتب هنا في ال chat مثلا اي حاجة تقدر بالنسا تقول له ممكن تعملي agdavils اللي انت عايزه وهو بيقدر يضيفك ويديك ال agdavils اللي هو ال clan tag بتاع agdavils وبعد كده انت تتخش على ال lobby وبعد كده لما بتكتب تحت u speak على طول بتلاقي نفسك تحولت على ال lobby بتاع agdavils ما بتحتاجش انت تاخذ ال clan tag من اول وكلام ده على طول بتتنقل ال lobby بتاع agdavils لبق衚 شكرا hn شكرا 6 احسان قال